خلينا ننتقل لموضوع كتير مهم يمكن عم نركز خلال رحلتنا الصباحية على الحالة النفسية اليوم وحالة القلق والتوتر وانعكاساتها على الجسد نفسيا وجسديا اليوم عم شوف كتير من الناس خايفة قاعدة بحالة ترقب وتوتر بسأثر بشكل كتير كبير شوفنا كتير من الحالات الإنسانية استضفناها ممكن ما عم تقدر تطلع من هاي حالة القلق والتوتر كيفينا نتعامل معه كيفينا اليوم نضبط أعصابنا كيفينا نتعامل مع شخص بالعالة له حالة خاصة يعني صارت معه حالة نفسية أثرت على النطق على الكلام أثرت على حتى طريق التعبير وكيفي فعليا يفرغ هاي الحالة النفسية صحيح فيه أشخاص كمان فقدوا بصرهم فقدوا السماء صار عندهم أمراض مزمنة ممكن ضغط سكر هاي هذا الرابع اللي عم نعيشه ممكن يعمل مانع عدة أمراض وفقدان لعدة حواس حتى ومشاكل كتير اليوم ما خصصنا الفقرة لحتى نحكي عن محور النطق الناس يلي خف نطقة أو اختفى نهائية يعني رح مع الاختصاصية اختصاصية النطق واللغة خنساء البدوية صباح الخير وأهل أصلا فيكي صباح الخير يمكن عم نركز على الحالة النفسية اليوم بشكل كتير كبير خلال رحلاتنا الصباحية لأنه هي بتنعكس بعدة عوامل يعني ما فينا نقول كل الناس عندهم حالة نفسية هي شدة الحالة النفسية إلى شدات معينة فيه ناس شدة تكون قوية فيه ناس متوسطة فيه خفيفة الشدة فيه إلى أثار على الجسد مننا يمكن فينا نقول التعبير أو النطق فيه ناس يمكن من هول الصدمة النفسية بتوقف ما بقى تحكي مع تقدر تعبر طريقة التعبير بتكون عنا مختلفة خلينا نحكي عن هدول الحالات يمكن هدول أكثر الحالات وهي بتكون مع بداية الأزمة النفسية طبعا أكيد نحنا شو ما حكينا ما بنقدر نعزي أهلينا بحلب واللادية لأنه ما فيه كلمات تسعف حاليا بظل هاي الأزمة اللي صارت هلا نحنا أكيد كلاتنا بنعرف أنه أنا بس كون عم بحكي عجانب نفسي معناته أنا حيصير عندي خلل بالبنية الجسدية والنفسية بالشكل التامل فمن الخلال اللي ممكن يصير عند الشخص اللي تلقى الصدمة بذلك صدمة الزلزال سواء كان ضمن المكان الكارثة أو خارج الكارثة يعني سواء كنا بحلب أو اللاذقية أو كنا نحنا هوم بديموشق يعني نحنا تعرضنا للهزات البسيطة خلينا نقول وكانت ارتجاج بسيط تعرضنا لأزمة نفسية فكيف الشخص اللي كان ضمن الزلزال أو ضمن الكارثة بحق الشخص اللي نزل عليه بنيان كامل أو الشخص اللي طلع من تحت الأنقاض هذا أكيد عم يكون شخص اتعرض للمستوى النفسي الهائل يعني الكامل هائل من الأزمة النفسية شد نفسية قوية طبعا فنحنا وقت اللي عم نشوف الأطفال اللي عم يطلعوا من تحت البنيان منهم عم نشوف طفل عم يطلع عم يحكي بس ما لهم منتبه لحاله كيف عم يحكي منهم طفلة تم عرضه على قنواتنا السورية بأنه عمه أنا طلعت عايشة بس أهلي جوا كلهم ميتين كنا عم نشوف عنده الطفلة رجفان واسع بنبرة الصوت وبالجسد فنحنا أول محتويات الصدمة اللي ممكن نشوفها على الأطفال أو على الكبار هي اتصاع بقرة العين للشخص يعني شوف أنا بقرة العين صارت متسعة عنده وقوف وانذهال لشعر الرأس أو بنية الجسد فأنا بيكون عندي رشة تامة هاي خليني يقول على المستوى الطبيعي للشخص فأنه آلية الكلام أنا كيف فيني شوفها أنه عند الشخص ممكن يطلع عندي عم يصرح ويبكي متأثر بس أنا قادر عبر عن الأثر النفس اللي صار عندي بصوراخ ببقاء ممكن النقطة الثانية اللي ممكن أنا عبر فيها بأنه حركات جسدية أو إيماءات بالرأس أنه أنا ما بعرف كيف عبر لك بالكلام ممكن اتعرض هون لخرس مؤقت عن بعض الأطفال أو بعض الأشخاص مو بس بديروح لجانب الطفل ممكن أشخاص تفقد آلية الكلام بالشكل الكامل أنا ماني قادر عبر لأنه أنا إلى الآن مصدوم كثير بيقولولك أنه ممكن يصير تأتأة بعد الزلزال ما في شيء اسمه تأتأة ما بعد الزلزال أنا أكيد عندي بوادر للتأتأة قبل ما يصير عندي الزلزال ولكن العامل اللي ساعد التأتأة أنه تظهر أو اتلعثم هو الزلزال ناتج عن الآلية النفسية تبع الشخص الأشخاص اللي تم انتشالهم من تحت الأنقاد تكون حالتهم نفسية كثير بشعة وممكن يتعرضوا لكثير أعراض مترافقة مع عسر النطق مثل ما بيقولوا قدامهم يكون عنده علاج أكاديمي نفسي غير العلاج الطبي يعني كيف بده يتم التوازن بين هدون الطب النفسي والطب الشخصي نحن كلنا نعرف أن الدعم النفسي في نوعين الدعم النفسي الأولي هو وقت يكون الشخص يطلع من تحت الأنقاد أو من ظل الأزمة ويستقبلوا الموقز بابتسامة عريضة أنه أنت بأمان هلأ معنا هاي الكلمات خليني أقول المسعف الأول للشخص اللي يكون طالع من الكارثة فيما بعد من نتحول بعد مدة خليني أقول ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام أو اللي ما يعادل العشاء أيام هم بروح من ناحية الدعم النفسي الثاني هون بيكون خليني أقول الاتساع تبع العلاج أكبر القدرة على أني أنا أعد معه سعيره أحكي معه أعطيني الوطا كيف كانت كيف الأوضاع كانت بتكون أوسع بس بظل الأزمة الأولى أنا ما فيني إله أحكيلي لأنه أنا ممكن كون فاقد السيطرة على الكلام ممكن أنا خسران كل أهمي ما لي أدران أحكي إنه ما بسير تسألني ما هي صدمة نفسية الموقعة على الكل صحيح المنقذ كيف يستقبل الشخص الذي يراجع للحياة أنه أنت رجعت للحياة من جديد طبعاً نحنا كثير من نوه على الدعم النفسي بالسيكو دراما اليوم كنت عم بحكي عنه أنه نحنا لازم نشتغل بمبدأ السيكو دراما طبعاً مدغري بتم العلاج بهذه النقطة لا بعد مدة كيف إذا نحكي عن السيكو دراما تمام بعد مدة 15 يوم أو 12 يوم من الأزمة هي طبعاً السيكو دراما بتعني أنه أنا أسقاط الآلية الألم أو أسقاط الآلية النفسية بطريقة التمثيل أو بالعرض المثرحي يعني أنت أحكي لي هلأ كيف صار معك كثير أشخاص بيقول لك هو وارد ما يكون قدر بعد 15 يوم أنا بكون شوية شوية تعدت عندي المرحلة النفسية السيئة يعني بلشت أقلم مع واقع الحياة بلشت أقلم مع واقع الحياة بلشت أعيش بلشت أرجع الحياة من جديد بلشت أطلع من الصدمة فأنا من المفروض أسأله أنه كيف صار وين كنت عم تعمل شو كنت عم تعمل الرائد للشي اللي مرت فيه بس بطريقة مسرحية هون أنا أخليه فراغ الآلية الكبت أنه أنا الكبت الموجود عندي عم طلعه بس بإعالية كلام أو بعرض تمثيلي ممكن يخرج عنده هون أنا دموعي تطلع البكاء صحيحات البكاء تطلع عندي هذا الشيء أكيد بيساعد على ترميح النفسية طيب طبيعا غير نفسيا طبيعا كيف بتم معالجة صعوبة النطق؟ حكينا هلأ نفسيا بس هلأ نحنا طبيعا أكيد بيرجع للموضوع تشاركية نفسي تطبيع أكيد هي موضوع تشاركي أول شيء أنه أنا لازم أعمل الفخوصات التامة لموضوع النطق لازم أتأكد أنه مو عامل نفسي اللي صار عنده حكيتي ببداية المشوار أنه ممكن يتعرض لأذية أذنية فأنا بدي أتأكد أنه ما صار في عنده أذية بغشاء الطبل بالأذن بالدماغ رازم نعمل تشيت كامل على كل شيء فمن بعدها سأبدأ معكم اختصاص نطق ولغة وسأبدأ معكم مشواري أنا سأبدأ بالدعم النفسي أولا بعدين بالجلسات النطق المساعدة لإعادة عملية النطق دعونا نحكي ختاما وسريعا نصائح كثيرا نركز عليها حول الدعم النفسي لأنه أحيانا يكون الدعم النفسي هو العامل الأكبر في تخطي شدة الأزمة النفسية ممكن يقول لك لا ما كثير التعرض ويمكن الطفل معا ما يقدر يعبر كيف مهم نحنا نتعامل معها بطريقة صحيحة لأنه أحيانا يكون هناك أخطاء بطريقة التعامل أو سلوك التعاطي مع هذا الطفل طبعا نحنا بالحيال اليومية نشوف أخطاء بطريقة التعاطي مع الطفل بآلية الكلام بأنه إعادة وتكرار الكلام الخاطئ أمام الطفل بالأسوب ذاته الذي يحكي فيه الطفل يعني نحنا بيعجبنا كلام الطفل فمنعيده بالأسوب الخاطئ تبعه ما عليهم هذا الشيء خاطئ بالنسبة للطفل فكيف هلأ نحنا بيظل الأزمة؟ تجد أشخاص جدا متنميرين بتعود وترجف وتعمل آلية الكلام طبعا أنه هذا طلع هيك عم يحكي أو هذا طلع عم يحكي صحيح ما بيقدر الهالة النفسية اللي يكون متعبوط لهذا الشيء صحيح فنحنا بالبداية نقول أنه اللي بده يستلمو الطفل بفور خروجه لازم يتلقى بابتسامة حلوة أنه أنت هلأ معنا بأمان رتاح شوي الكلمة الحلوة الكلمة اللي هو عم ينتزره الحضن الدافل أنا أتكون عم طلع طفل من المفروض ضغري أحضنه لأنه هو بحاجة الحنان كم هائل من الحنان مو بحاجة بس كلمات بقول كمان أنه نحن كاختصاصيين أنه نفسيين خليني يقول مو بس اختصاصيين تقول لغة الأخصائيين نفسيين من المفروض يوجهوا القدرات تبعهم النفسية بالمكان الصحي يعني أنا مو أي شخص يجي يقول أنا ما يدعم نفسي أنا بدي يدعم نفسيا لا في هالة نفسية أنا لازم يكون عندي القدرة الأكاديمية مثل ما حكينا وعندي القدرة العملية على أرض الواقع يعني أنا بيمتلك الاثنين مو بس بيمتلك الكلمات تبع أنه طب طب عليه طبعا أكيد ما خلي يحكي مباشرة أنه لا تحكي لي اروي اهدا كون مرتاح شوي أكبر خطأ ممكن نرتكوه بحق الأطفال أنه أنا شيله مباشرة من من تحت الأنقاض لملجأ أيتام ما تؤهله روح أخذه هون الصدمة بتكون واسعة كتير من عيلي كاملة لملجأ أيتام هذا الشي خاطئ من المفروض ناخد مساحة مع الطفل مساحة يعني الشخص اللي كان كبير أو طفل صغير يلي تم استخراجه ونعطيه فترة ونصمت لحتى يرتاح طبعا أكيد ما نحاول نستخرج أي كلمة منه نقوم نجبره لحتى يحكي لأنه ممكن نكون حتى عنده تقل بس بالسامة طبعا أكيد 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 بالختام نتشكرك على وجودك معنا نتمنى أكيد الصحة والسلامة لكلنا والشفاء العجل لكل الجرحة أكيد خالص العزاء لجميع أهالي الضحاء اللهم أمين أكيد الرحمة لشهدانا والشفاء لجرحانا وشكرا كثير أنه عم تصلتوا الضوء على النقاط عن الجد اللي لازم يتصلت الضوء عليهم أهلو صادفكي أهلو صادفكي أهلو صادفكي أهلو صادفكي أهلو صادفكي أهلو صادفكي شكرا